موسيماني في البداية وفي النهاية يا أحمد مدرب ناجح يعني ما فيش اتنين هينفع يقولوا إن موسيماني مش مدرب ناجح مدرب كويس جداً في النهاية ومدرب كبير ليه طيب ليه الدنيا تحس إنها لسه مش تقدرة تتشبك أنت قلتها بنوت خد بالك برضو هو راجل حاسس بإنج هو تصريحه كان فيه قل تصريح من قريب الفكرة إن أنا عايز أشوف مين اللي وجه حد جي بعدية تقريباً لجريدة جنوب أفريق مين اللي هيعمل الإنجازات دي فهو الراجل حاسس بالإيمال قمته وحاسس بالإنجازات اللي هو عملها مع النادي الأهلي فتخيولي إن الفكرة إن هو حاطت بعض البنوت أنا في رأيي في رأيي الشخص يعني إن كده ولا كده التجديد هيحصل يعني أنا شايف إن هي تبقى الدنيا رايحة لفكرة التجديد ولو إن بعض من جمهور الأهلي بيشوف إن موسيماني عنده مشاكل مثلاً أنا مختلف مع الفكرة دي بس هم شايفين إن موسيماني عنده بعض المشاكل في المباريات مع الفرق اللي هي الميت تابل واللي هي بتنافس على الهبوط الفرق الصغيرة لكن هو البيت جيمز هو على طول متفوق فيها في المجمل دايماً دايماً قايم لعيب أو بالقايم مدرب أو بالقايم إدارة تخدها باكتج كلها على بعض لإن ما فيش حد هيفضأ ما فيش كمال كمال لله واحده وإنت في المجمل تشوف الراجل ده اشتغلك الفترة دي عملك إيه ففي رأيي إن موسيماني عمل كثير للنادي الأهلي زي من النادي الأهلي قدم يعني في رأيي إن الأهلي والزمالك بيقدموا المدربين زي من المدربين بتقدم ونفس الفكرة اللعيبة يعني طبع ففي المجمل أنا شايف إن التجديد هيحصل وسونور ليتر يعني هيبقى موجود مكمل موسيماني مع النادي الأهلي طبع